موسيقى رحلة عديدة أهلا بك يا أصحابي النهاردة يحيا وكنوز بسينو جاهزين لنا حكاية عن تاريخ مصر العظيم مين هنا شاطر في الحساب؟ أنا 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 وبيعرف يحسب ويجمع ويطرح عايزاكم تركزوا وتصحصحوا معايا لشان حكاية النهاردة هتعجبكم قوي عارفين بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن علم الحساب في مص القديمة يلا بينا نشوف أنا اللي وصلت الأول لا أنا اللي وصلت الأول لا أنا طيب إحنا هنشاهد أصحابنا إحنا كنا عاملين مسابقة جاري واتفقنا أنا وكنوز لو أنا اللي كسبت هروح المغامرة الوحدي ولو هي اللي كسبت هاخدها معايا وطبعا أنا اللي وصلت وسبقتها ودلوقتي جي معاك كلمة السر إيه ترو إيه يا يحيا يتخدني معاك ينعيد السباق كله خلصت علي معايا إيه ترو آه إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إنت زي جيت هنا يا سينو مش المفروض إحنا اللي نجيلك العالم القديم حاجة غريبة أو يا أولاد بس أكيد لها تفسير إنت قلت المين يا يحيا على البغامرة الجديدة كنوز وكنت هتيجي معايا لا مش أنا وبس إنت ناسي أصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي أيوة صح أنا قلت لهم إنهم هيعيشوا المغامرة معايا لحظة بلحظة مش تقولولي إن معاكم أصحاب جوداد إزيكم أنا سينو أنا مبسوط إن معاكم هنا يبقى كده يا يحيا أنا التفسير الوحيد اللي خلى كلمة السر بدل ما تنقلك للعالم القديم تنقني أنا ليك هنا وطبعا وجود أصحابك الحلوين دول لازم يعيشوا معايا المغامرة مغامرة هنا؟ إزاي يا سينو؟ المغامرات ملهاش مكان ولا زمان يا كنوز وبعدين أنت نسيت إن أنا أنا سينو أقدر أطير 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 وأتحرك جوه أي زمن زي ما نعاوز أيوة يا سينو بس إحنا كنا بنعيش مغامرة تاريخية في العالم بتاعها هنا مثلاً إنت هتعمل إيه؟ إنت ممكن تعمل أي حاجة هحكي لكم حكايات عمركم ما سمعت عنها ها إيه رأيكم؟ حكايات من التاريخ برضو يا سينو؟ التاريخ يعني كل حاجة يا يحيا إحنا عندنا في زماننا ده حاجات كتير غير التاريخ عندنا اختراعات وعلوم وتكنولوجيا وكل حاجة حتى تطور العلوم عبر الزمن لحد ما وصلت ليكم بشكلها دلوقتي جزء من التاريخ يا كنوز تحب تشوفي بنفسك؟ ورينا يا سينو في كل مرة هحكي لكم حكاية بس المرة دي بقى مش حكاية ملك حكاية علم أو مجال موجود في زمنكم لكنه بدأ من آلاف السنين مع وجود المصري القديم على نفس الأرض دي ها موافقين انتوا وأصحابكم؟ موافقين يا سينو ممكن تقوليني يا كنوز خمسة في خمسة بكم؟ ياه دي سهلة قوي يا سينو أنا شطرة وأعرف حل أصعب منها هو إحنا في امتحان الميت ترم يا كنوز أجاوب أنا يا سينو؟ جاوب يا يحيا خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ه lashا والعملية دي اسمها ايه؟ في زمنكم؟ عملية حسابية قربنا خمسة في خمسة وطلعنا النتيجة برافو برافو هو ده اللي أنا كنت مستنيه عملية حسابية ومن هنا تبدأ حكايتنا من قبل الزمن ده بألاف السنين كان المصر الأديم في بير عنخ اللي هو بيت العلم أو المدرسة مش برضو بتقولوا كده عليه في زمنكم صح يا سينو كمل لنا الحكاية كان المصر الأديم بيدرس حسب وهي أصل كلمة حساب اللي بتقولوها أنتو دلوقتي عرف الأرقام ووحدات القياس وقدر من خلال علم الحسب إنه يبني حضارة كبيرة تعيش آلاف السنين يعني المصر القديم كان يعرف الجامع والطرح والإسمة والضرب وكل العمليات الحسابية يا كنوز إيه رأيكم؟ أقول لكم الأرقام بالرموز المصرية القديمة واحد يعني وا أتنين يعني شنو تلاتة يعني خمت أربعة يعني فدو خمسة يعني ديو يا يا سينو دي لعبة حلوة قوي خلتنا نحفظ الأرقام بسهولة خلاص كده أنا كمان هقول إترو ويبقى معايا كلمة سر زي يحيا يلا أنا رايحة مغامرة جديدة وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قلولي بقى إيه رأيك يا أصحابي؟ لازم نعرف إن المصري القديم كان بيقدر يستخدم كل حاجة في البيئة لصالحه المصريين الكدماء ما استخدموش الحساب غير في بناء الأهرامات بس دي كانت مجرد وظيفة من وظائف علم الحساب المصريين الكدماء قدروا يربطوا علم الحساب بعلوم تانية زي علم الفلك وقدروا يحسبوا مواعيد فيضان النهر العظيم ومواسم زراعات المعاصيل وبكن خلطت حكايتنا واستنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة